اشتركوا في القناة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة وعشرين خزانة بندقية ألية وضبط عدد من الدراجات النارية لتستخدمها العناصر التكثيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية وضبط عدد من الهواتف المحمولة ونظاراتي ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة تسعة من أبطال القوات المسلحة هذا وقد أكدت القوات المسلحة استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان تتسلم مصر شحنة جديدة تضم مليون وسبعمائة وستة وستين ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر مبادرة كوفاكس العالمية وأوضح بيان رسمي لوزارة الصحة أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين حيث أن اللقاح جرعتين وأثبتت فعليته بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة وفي السياق نفسه أكدت وزارة الصحة أن تطعيم جميع المواطنين بأنواع لقاحات فيروس كورونا كافة يتم بالمجان سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على أراضي مصر أو الراغبين في السفر إلى الخارج أكد الدكتور محمد معيد وزير المالية أن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات موضحا أنه تم تدبير ثلاثة مليارات جنيه لشراء اللقاحات منذ ترحيها للتعاقد وحتى الآن بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين وذلك تنفيذا للتوجهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين وأضف الوزير في بيان رسمية أن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالي الحالي تخطط نسبة الاستحقاق الدستوري المقررة وبلغت 275 مليار و600 مليون جنيه مشددا على الاستعداد التام لتلبية أي اعتمادات إضافية للقطاع الصحي لتعزيز قدراته على مكافحة كورونا وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووصول عدد المتقدمين لاختبارات القدرات بتنصيخ الجامعات إلى 115 ألف طالب وطالبة حتى الآن على موقع التنصيق الإلكتروني وأن الموقع مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى الخميس التاسع عشر من أغسطس الجاري وفي سياق المتصل أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية أن إعلان النتيجة سوف يكون في الفترة من الخامس عشر إلى الثامن عشر من أغسطس الجاري وحددت وزارة التربية والتعليم الخامس عشر من أغسطس آخر موعد للتحويلات بين المدارس لافتة إلى أن المدريات سوف تغلق باب قبول التحويلات الإلكترونية على أن يتم البت في طلبات التحويل من قبل الإدارات التعليمية من خلال لجان يتم تشكيلها برئاسة مدير الإدارات التعليمية استقبلت القوات المسلحة اللاعبة في ريال أشرف استقبالاً حافلاً عقب وصولها إلى مصر بعد مشاركتها المتألقة في دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 التي توجد خلالها بالمركز الأول والميداليا الذهبية ضمن منافسات رياضة الكاراتي وزن 61 كيلو جراماً وقدمت القوات المسلحة تهنئة لللاعب على أدائها المشرف باعتبارها سفيرة للشباب المصري في هذا المحفل الدولي كما وجهت التهنئة لللاعب محمد إبراهيم السيد كيشو أحد أبناء المؤسسة العسكرية لحصوله على المركز الثالث والميداليا البرونزية ضمن منافسات رياضة المصارع الرومانية وزن 76 كيلو جراماً لترفع القوات المسلحة أرصدتها في الإنجازات التي تتحقق في مختلف الألعاب الرياضية تنطلق اليوم مباريات الموسم الجديد لثلاثة من أكبر دوريات القارة الأوروبية حيث يفتتح الدور الإنجليزي مبارياته بمواجهة قوية بين فريق أرسنل الذي يحل ضيفاً على براند فورد الصاعد حديثاً كما ينطلق الدور الإسباني ويفتتح حامل لقب الدور الألماني باير نيونيخ موسم الباونز ليجا بمباراته أمام بروسيا مونشنجلات بخ في الثامنة ونصف مساء على استادي بروسيا في مواجهة يأمل فيها أن يماهد الطريق نحو لقبه المحلي العاشر على التوالي